اكد وزير الاشغال ابراهيم الحواج البدى بالمرحلة الثالثة من مشروع شارع المحرقة داري التي تتضمن رصف الطريق وانشاء التقاطعات الارضية خلال الربع الرابع من العام الجاري كما انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية بالمشروع التي اجتملت على الاعمال الارضية واعمال الرد ويسلط هذا المشروع المرتبط بالبنية التحتية وشبكة الطرق الضوءة على جهود حكومة مملكة البحرين في تطوير البنية التحتية من خلال العديد من المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها في هذا القطاع تولي حكومة مملكة البحرين حرصا كبيرا لمشاريع البنية التحتية وشبكة الطرق وانعكس ذلك في العديد من المشاريع التي نفذتها الحكومة خلال الفترة السابقة والتي أسهمت في زيادة سيابية الطرق والتخفيف من الازدحامات المرورية ويعتبر البدء بالمرحلة الثالثة من مشروع شارع المحرق الدائري والتي تتضمن رصف الطريق وإنشاء التقاطعات الأرضية خلال الربع الرابع من العام الجاري استكمالا للجهود السابقة التي قامت بها وزارة الأشغال حيث تستمر أيضا أعمال مشروع الجسر الرابع الرابط بين جزيرة المحرق والعاصمة استكمالا لشارع المحرق الدائري كما شهدت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية الافتتاح المرحلي لنفق شارع الفاتح وتحقيقا لأهداف وأولويات برنامج الحكومة 2023-2026 وتوجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يدعم التنمية الشاملة وأبعادها المختلفة ويحقق النمو الاقتصادي المستدام ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويشجعه على أن يتخذ من المملكة مقرا لأعماله ومنطلقا منها نحو العالم يأتي الارتقاء بشبكة الطرق داعما للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين في ربط المدن والمنشآت الاقتصادية بشبكة متكاملة من البنية التحتية ترجمة نانسي قنقر